أعرب البيت الأبيض عن امتنان أهل الحكومة المصرية لدعمها عمليات تسليم المساعدات والجهود الأوسع نتاقاً لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تنقل ما يزيد عن 54 ألف رطلة من المواد الطبية والمساعدات الغذائية جوّاً إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها للمدنيين في غزة وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه أول عملية تسليم من بين ثلاث عمليات تسليم مخطط لها في الأيام المقبلة وضيفاً أنه من شأن إمدادات الأمم المتحدة هذه أن تنقذ الأرواح وتخفف من معاناة الآلاف في غزة